فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية عند ذلك قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلم لا يعني لا تقتله لألا يتحدث الناس أن محمدا يقتلوا أصحابه فهذا فيهم ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فالرسول ترك قتله مع أنه أتى بما يقتضي قتله لكن إذا كان في إقامة الحد أو في إنزال العقوبة بمن يستحقها يترتب عليه آثار وأضرار أكثر فإنه تدرأ المفاسد نعم وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم نعم الشيخ قد يتوسى بعض الناس في هذا ارتكاب أدنى الضررين نعم قد يتوسى بعض الناس في ارتكاب أدنى الضررين فيبرر فعله بأنه من هذا الباب هذا لحد واضح هذا يحكمه العلماء ما هو يحكمه كل أحد حسب هواه وإنما يحكمه أهل العلم الراسخين في العلم ترجمة نانسي قنقر